السلام عليكم الله يعطيكم العافية الله يبارك بهمتكم الله يوفقكم وينجحكم للتفوق يعني بقولها بكل صدق وبكل ثقة الطالب اللي بدي يتفوق بالامتحان عليه دراسة الكتاب كل ما في الكتاب لا بدنا يشتت حاله بشغلات خارجية ولا ايش يثبت القوانين يحل اسئلة الكتاب وهو مطمئن مطمئن اذا ثبت الكتاب كامل بكل ما فيه بدون ما يفكر بالشغلات الخارجية وممنوع يفكر بالشغلات الخارجية الا باذن الله يتفوق ويحصل على علامة مثالية العلامة اللي بديوا اياها وزيادة والطالب اللي بشتت حاله بشغلات خارجية كثير طلاب بيبعثوا بشغلات خارجية وهو قصة مش دارس مادة الكتاب ومشتت ومش عارف من وين يبدأ وبقول لك انا بشوف شغلات وبشوف بنزله انه رح ي هذا الطالب يعني رح يخسر بكل الحالات رح يخسر والطالب اللي رح ينجح ورح يتفوق اللي بدرس مادة الكتاب واللي بحفظ القوانين وبثبتهم والله بأسوأ الحالات اللي يتفوق مهما كان أنا عن ثقة بقول هذا الكلام وما بدي اطيل عليكم اذا هنيئا للطالب اللي ثبت الكتاب وبس ها بديش ابالك الكتاب وبس بكل ما فيه طيب خلينا هلأ ارشدكم للشغلات المتوقعة واحد منحن القوة مع الزمن منحن القوة مع الزمن هذا مهم جدا جدا واهم مثال عليه واهم سؤال اللي هو سؤال 10 صفحة 14 هذا بالاهمية الاولى تمام ولوما اجرح يجعل نمطه تماما فخلي في بالك انك تكون حالي لهذا السؤال وحلينا احنا الفكرة كالآتي اذا اعطاني منحن القوة مع الزمن اتدفع المساحة تحت المنحنة وايضا تساوي الكتلة بالتغير بالسرعة هذا اذا لازمني حساب السرعة طيب معطيني مثلا جسم كتلته والسرعة الابتدائية احنا حلينا صح دفع القوة خلال 4 ثانية بدي اجيب المساحة هاي مساحتها 10 وهاي ناقص 10 فبيطلع دفع القوة خلال 4 سفر المساحة سفر دفع القوة خلال 6 10 ناقص 10 هاي مساحتها 6 ناقص 4 2 بناقص 10 ناقص 20 فهاي بتطلع الدفع سفر وهاي بتطلع الدفع ناقص 20 اكبر سرعة سرعة يمكن ان يمتلكوا هالجسم اكبر سرعة تنتج من دفع موجب هاي عند نقطة الالتقاء اللي يتعند الزمن اثنين هو انا بيغير هو انا بيكون فيه دفع موجب وهنا بدي يصير دفع سالب عند هاي التقاطع تمام بدي يكون عندي انا اكبر سرعة ولو حسبتها من خلال الدفع المساحة تحت المنحنة 10 مساحة هذا المثلث 10 تساوي الكتلة 2 بالسرعة النهائية مجهولة ناقص السرعة الابتدائي اللي تخمسة فبتطلع معاك 10 متر لكل ثانية زمن توقف الجسم ايضا شرحته بحص باول حصة مراجعة اول حصة مراجعة لو ذهبت لقناة لقوائم التشغيل قائمة باسم الحث انزل نهايتها في حصة مراجعة رقم واحد اول عشر دقائق فصلت هذا الموضوع اول عشر دقائق بالتفصيل الممل جيب زمن توقف الجسم تطلع عنده تساوي 5 متوسط القوة اللي بتأثر عليه من بدايته حتى السكون يعني لعند الزمن خمسة كل متوسط القوة دلتا بي ع دلتا تي دلتا بي ام اللي تلكتلة السرعة النهائي سفر حتى السكون تمام بيسكن عند الزمن خمسة ناقص السرعة الابتدائية خمسة على الفترة الزمنية دلتا تي من سفر لخمسة اللي هي خمسة فبتطلع ناقص اثنين نيوتن فهذا من اهم المسائل ايضا من الشغلات المتوقعة نظرية الدفع شحطة الزخم بيجع عليها ضع دائرة اكيد وتكون مباشرة مش صعبة عنمط اللي اخذناه من الكتاب تمام تفسير على نظرية الدفع شحطة الزخم برضو جاي وبشكل اكيد نظرية الدفع شحطة الزخم سهل جدا واخدنا عليها تفسيرات كثيرة تضاعفات الزخم والطاقة الحركية ايضا متوقعة لضع دائرة التغير بالزخم لقمر صناعي دلتا بي بالحركة الدائرية 2 بي سان تي تاعة 2 ودلتا كي سفر ودلتا اللي التغير بالزخم الزاوي ايضا سفر هذا القانون مهم جدا او ما يشابه بالحركة الدورانية لو تي كي 2 ع كي 1 اللي 2 تربيع على ال 1 تربيع ضرب اي 1 ع اي 2 هدول يعني بشكل مضمون بيجو باندي الثالثة من الدرس الاول حفظ الزخم بنودو مجموع بينيشل مجموع بي فاينال القوة متبادلة ومتساوية ومتعاكسة تمام والدفع كذلك الامر متساوى الجسمين ومتعاكس بالاتجاه والتغير في زخم الاول والثاني متساوى متعاكس تمام ودلتا بيه للنظام سفر واللي كتلته اقل بيحدث له تغير اكبر في السرعة فهدول النقاط اكيد جاء عليهم ضع دائرة حفظ الزخم وراح يكون برضو مباشر من اللي اخذناه من الكتاب نسب للتصادمات هذا السؤال متوقع وسؤال الاربع باختبار الرزمي انه يعطيني كتلة مجهولة ويطلب سرعة الجسم الآخر ويعطيني ثلاث سرعة فببدأ بالسرعة النسبية اول شيء وبعدين برجع لحفظ الزخم تمام فهذا السؤال اعطيه اهمية ايضا هذا السؤال باختبار الرزمي سؤال خمسة برضو اعطيه اهمية واكد انك بتحلو وبيطلع معاك نفس النتائج برضو هدول الصيقتين بيجوا ضع دائرة لنسبة الطاقة الضائعة تمام تصادم عادي من المرونة بين جسم كتل تؤمن متحرك بسرعة في وثاني ساكن كتلته امتوه وصار بيناتهم اندماج هاي بتيجي بكثرة بطلب منك نسبة الطاقة الضائعة والطاقة الضائعة فبتحسبها من خلال هذول القانونين نسبة الطاقة الضائعة ام الساكن عمجموع الكتل في 100% ضرب 100% والطاقة الضائعة ام الساكن عمجموع الكتل في مجموع كي انيشيل اللي تنص في كتلة الجسم المتحرك في مربع سرعته وحلينا عليهم كثير تأكد هذول يعني بيجي ضع دائرة بشكل اكيد لو بدنا نحل هاي المسألة مثلا اصطدم الجسم ام وسرعته في مع جسم اخر ساكن كتلته 3 ام فان الخسارة في الطاقة الضائعة ومعطيني عند تخيارات بقول الطاقة الضائعة قانونها ام الساكن 3 ام على مجموع الكتل 4 ام ضرب مجموع كي انيشيل هو بالدياب دلات كي انيشيل تطلع خمسة بهم من كي انيشيل طيب خلينا نتابع البندول القذفي البندول القذفي برضو وارد يجي سواء بضع دائرة او حل وفكرته قانون اتش اولا حساب اتش اقصى ازاحة رأسية اذا اعطاني طول الحبل والزاوية بجيبها من هذا القانون اذا اعطاني السرعة المشتركة بجيبها من هذا القانون اذا اعطاني اتش وطلب السرعة المشتركة وسرعة دل رصاصة من جيبها من هذا القانون طبعا هاي الصيغة من تطبيق حفظ الزخم اذا قال البندول قد في فيش يعني ثلاث قوانين هدول قانون واحد والقانون الثاني والثالث بجيب التصادم عديم المرونة ايضا ان كرة ارتفعت لارتفاع اتش ونزلتها وتصادم عديم المرونة يطلعين لاتش فتحة وبيطلب اتش فتحة فام اللي نزاح على مجموع الكتل لكل تربيع في اتش هذا ايضا بيجي بضع دائرة ذكرنا كثير عليهم مثلا هاي ام اللي نزاح ام على مجموحين ثلاث ام ام على ثلاث ام ثلث تربيع تسع فايش فتحة تسع اتش اثنين على ثلاث مزبوط اثنين ام على مجموحين ثلاث ام اما ام طرق اثنين تربيع أربع أربع تسع اتش بس اكتب القوانين تحددك الطفل الصغير بحلهم يعني هذو الكتب ثلاث قوانين اللي تحدثت عنهم صر قانون وطبق تصادم فيه بعدين اكيد جاي يعني اكيد مية بالمية سؤال مضمون تمام فبالتالي حل اللي اخذناهم بالدوسية بكون كافي وبإذن الله اللي يجي منهم حبيت تستزيد فيك تحل من سنوات بس انا بنصحك يكتفي باللي حليناهم وثبتهم وما يلو ثلاث أفكار اذا كانت الزاوية معلومة مع محور بحللها واذا كانت الزاوية مجهولة بحللها مركبتين بدون ما جيب سيرة الكوسان والصين واذا الزاوية المعطاة بين زخمين بستخدم القانون العام وفكرتك الاتي مجموعة بي انيشال مجموعة بي فاينل قبل يعني لأشرح أقول أهم الأفكار اللي تكررت يعني بكثرة إيش الفكرة الدورانية أول شالك كيف كنا نجيب آي لجسم نقطي آي لجسم نقطي مجموعة م آر تربي تمام بعد ما جيبنا آي للجسم النقطي كنا نجيب تاو تاو أول قانون إلا كان آر إف ساين ثيتا صح وإلا كمان قانون آي بألفة وبكثرة كنا ألفة تحسب ملاش غير قانونين إما تاو على آي تاو بكأ أنا جايبها من آر في إف ساين ثيتا وآي بنعرف نجيبها تمام وخلي في بالق آي رح تيجي بضع دائرة لمجموعة من الأجسام النقطية احسب آي ورح تكون نفس اللي أخذناهم فألفة يا من هذا القانون يا ألفة جبناها من أوميجا فاينل ناقص أوميجا إنيشال على تي بس هذو القوانين حساب ألف أوميجا فاينل معظم القوانين اللي أوجدنا اللي حليناه أو كل أوميجا فاينل كانت تحسب من خلال هذا القانون أوميجا إنيشال بلس ألفة بتي وثيتا أفضل قانون إلها كان أوميجا إنيشال زال أوميجا فاينل على اثنين في تي وأيضا مسألة البكرة مسألة البكرة خليها في بالك مهم جدا تمام لازم تحلى بعين أقل فكرتها كالآتي يعني إلها خطوطين بطبق قانون يوتون الثاني على هذا اللي بينزلك مون جي ناقص تي مون اي تمام وبعوض فبتطلع معي معادلة والمعادلة الثانية اللي تتاونت يساوي R بF بسان ثيتا يساوي I بألفة R نصف القطر F اللي بتأثر شد نص بالشد تمام هاي نص بالشد R بT بسان ثيتا يساوي I بألفة I تعطى نص إمار تربيع وألفة اللي تعبار عن A A على R فبضل عندك مجهولين T و A وبتحلهم يعني هي بس خطوطين تطبيق قانون يوتون الثاني على البكرة وبس المسألة مثلا شاملة يعني إذا إنت حليتها بتشمل كل كل درس اللي هوت الحركة الدورانية فهذا المسألة مكررة وشاملة ومهمة يجب إنك تحلها وبالنسبة لأمثلة حفظ الزخم الزاوي هالأمثلة اللي انذكرت عليه بدك تحلهم كلاتهم اللي هوت دوران الأرض بنحلوا على حفظ الزخم الزاوي تمام و والراقص على الجليد يعني هالأمثلة اللي ذكرناهم والراقص على الجليد هذا أيضا من الأسئلة المتوقعة هذا سؤال المتوقعة احتمال يجي نفسه سؤال 15 اختبار رزمي يجب على الجميع أن يحلوا سهل تطبق فيه حفظ الزخم الزاوي وتوجد السرعة طالب كان هون لما يقرب على المركز بده يقل للقصور الدورانية بدها تزيد السرعة الزاوية طيب فهذه الأفكار الأساسية حفظ الزخم الزاوي وهذا حكينا إن الشغلات المتوقعة أيضا بيجعل يضع دائرة تمام هذا بالنسبة للوحدة الأولى يعني بقولها بكل صدق كمان مرة يعني أنا لو يرجع فيه الزمان لو يرجع فيه زمان ورجع توجي والله ما بحلو لسؤال خارجي بس بلتزم بمادة الكتاب صدقا والله كله لا يجي من الكتاب والله إلا تجيب أحلى معدل إن أنت التزمت بمادة الكتاب بس بدون شغلات خارجية لأن كل شغلات خارجية رح تكون عنمط الكتاب هذا إن إجه خارجي هلأ الطالب اللي بيخسر اللي بيكون يحل خارجي وبشوف الأسئلة من الكتاب وهو أصلا مش يمركز عن مادة الكتاب وبنسى يحلها ساعتها الحصرة بدا تكون مضاعفة ترجمة نانسي قنقر